الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ما طابت الدنيا إلا بذكره وما دامت الآخرة إلا بعفوه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه لا رد لفضله ولا معقب لقضائه ولأمره وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين حياكم الله أيها الأحبة الكرام وأولا أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام نأتي في أول يوم من شهر رمضان ونضع في نصب أعيننا أننا سنخرج زكاة الفضن فإن نبينا صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر لسببين مهمين لا بد وأن نقف عندهما فقال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فنبينا صلى الله عليه وسلم لما بيّن لنا قيمة زكاة الفطر بيّن أنها لسببين أما السبب الأول وهو أنه طهرة للصائم من اللغو والرفث فأي إنسان في طوال شهر رمضان ماذا يفعل؟ قد يأتي باللغو أو قد يأتي بالرفث أو قد يخرج منه ما لا يحلم أو قد يخرج منه شيء يعني يحب أن يتوب إلى الله عز وجل فيا ترى ما هو السبب أو ما هو الوسيلة التي أفعلها ومن خلالها يغفر الله عز وجل لهذا اللغو وهذا الرفث وهو أنها طهرة للصائم وهي زكاة الفطر ثم بعد ذلك أنها طعم للمساكين فالإنسان لا يفرح بمفرده فعيب على الإنسان أن يفرح بمفرده دون بقية إخوانه أو دون بقية يعني أن يفرح دون أن لا يفرح مع جيرانه ومع أحبابه ومع إخوانه ومع أهله ومع والديه ومع أسرته فالعيب منا أيها الأحبة الكرام أن يفرح الإنسان منا بمفرده فالذلك جعل نبينا صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين يشارك معك المساكين في هذا اليوم لكن لا بد أن ننتبه أن نبينا صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير لكن يا ترى هل أخرج هذه الزكاة قيمة أم أخرجها حبوبا فيها خلاف بين العلماء لكن يا ترى ماذا أفعل أنا أريد رأيا وسطا يعني أريد رأيا أستريح إليه لذلك قال بعض العلماء رضوان الله عليهم أنظر إلى حال الفقير أو أنظر إلى حال المسكين فإن وجدته يحتاج حبوبا فأعطه الحبوب وإن وجدته يحتاج المال فقدر ثمن هذا الصاع من التمر أو الصاع من الشعير أو من الأرض قدر ثمنه وعندنا دار الإفتاء المصرية تعلن في كل رمضان قيمة زكاة الفطر فيبقى على الأقل لماذا أفعل أن أنظر إلى حال الفقير هل أعطيه حبوب أم أعطيه مالا ثم بعد ذلك زكاة الفطر أيها الأحبة الكرام تخرج عن الصغير وعن الكبير وعن الذكر وعلى الأنسى من كل المسلمين لكن يا ترى إذا كان الإنسان عائلا يعني معنى عائل يعني عنده زوجة عنده أولاد عنده إخوة وأخوات هو الذي يصرف عليهم وهو الذي يعولهم عنده أب أو أم أيضا وهو القائم بكفالتهم ماذا يفعل؟ إذن هو الواجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم فإنه يخرج عن نفسه ويخرج عن زوجته ويخرج عن أولاده ويخرج أيضا عن من يعولهم سواء أكانوا إخوة أو أخوات أو كانوا أو كان أبا أو أم فالإنسان هو الكفيل بأن يخرج زكاة الفطر عنهم لكن زكاة الفطر كما بينا تخرج عن كل إنسان مسلم سواء أكان صغيرا أم كبيرا وأيضا من ضمن الأحكام التي يسأل فيها كثير من الناس ما هو الوقت المتاح لإخراج زكاة الفط طبعا قال نبينا صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أداؤها قبل الصلاة فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي تطوع زكاة لكن ليست من زكاة الفطر فلذلك لا بد للإنسان أن يخرجها قبل أداء صلاة العيد مباشرة لأن بعض الناس بيأتوا إلينا وإحنا في صلاة العيد أقول لك يا مولانا أنا لم أخرج زكاة الفطر ماذا عسايا أن أفعل فأنا بقول لك من الآن أخرج زكاة الفطر حتى لا تضيق على نفسك وأنظر إلى أقرب الناس إلي بعض الناس سأقول لك مولانا أب يعني هذه الزكاة أعطيها لمن قال علماؤنا الأقربون أولى بالمعروف أنا عندي قار غلبان وفئير ومسكان إبه هو الأولى عندي مثلا أخويا أو عندي أولاد إخوة أو عندي مثلا يتامة وهم الأقربون لي في العائلة فهم لذلك قالوا الأقربون أولى بالمعروف لكن مثلا أن تعطيها يعني لأناس وعندك قرابة يحتاجون إلى هذا المال لا يا أخي حاول بقدر الإمكان أن تصل رحمك بهذه الزكاة وأيضا تأخذ أجرك من الله عز وجل وأيضا هناك مسألة برضو يسأل عنها كثير من الناس في زكاة الفطر وهو يا مولانا أهل المولود هل المولود أيضا يخرج عنه زكاة الفطر نعم يعني إذا ولد المولود قبل أو في أقبل آخر يوم من رمضان يعني إحنا عندنا الليل هو الذي يسبق النهار لو أنا عندي الولد الطفل بعد صلاة المغرب من ليلة العيد فلا تجب عليه الزكاة لكن إذا ولد في آخر نهار رمضان إذا تجب عليه الزكاة أب إنسان توفاه الله عز وجل في رمضان هل أخرج عنه الزكاة قال العلماء لا بل يستحب أن تخرج عنه لكن إذا مات الإنسان بعد آخر مغرب من شهر رمضان إذن يجب علينا أن نخرج عنه الزكاة فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا إلى كل عمل صالح يرضيه فاللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم شفع فينا الصيام والقرآن اللهم جعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم جعلنا من عتقائك يا أكرم الأكرمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته